بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ في الفصل الثاني في الفائدة المركبة الفصل الثاني هو القيمة الحالية بمعدل الفائدة المركبة هو نفس القانون الاولاني طيب노 القيمة الحالية اللي هي الاي فطبعا زي ما قلنا قبل كده ان الاي هتخرج بره تبقى اس على واحد زائد اي قلناها في اول محاضرة خالص او تكتب اس في واحد على واحد زائد اي بحيث ان هو ده شكل الجدول اللي موجود وراء في تاني عمود بقى أنا عندي الجدول أول عمود اسمه إن. التانية عمود خاص بالإس. تالت عمود خاص بالقيمة الحالية. وكل جدول حسب الاي أنا شغال في عنهييي. فكلمة في آي اين دي اللي هي العمود بتاع الجدول او الجدول اللي أنا ممكن استخدمه. طبع ما يفضلش استخدام الجداول الان لأن الجداول كانت تستخدم قبل استخدام الان الحاسب. فإذا القيمة حالية بتنقدر نحسبها من القانون ده ونقدر نحسب الخصم زي وحسبنا الفايدة نقول الاس بردو ناقص الايه هيدينا على طول الخصم المطلوب اذا طلب مني الخصم. وطبعا اه قبل ما اخش في المثال ده ده القانون الاساسي اللي احنا شاكرين عليه واعتقد ده القانون الوحيد اشتغلنا عليه من اول محاضرة في الفايدة المركبة. طيب ناخد مثال بقول لي تاج المدين بمبلغ خمسة واربعين الف يستحك في نهاية ست سنوات وناخد بالنا او مديني المعدل هل المعدل بيتعامل اكثر من فترة في السنة ولا لا. معدل فايدة مركبة سبعة في المية سنويا بس وسكت. ايه وجدت القيمة الحالية والخصم اسألة مباشرة جدا. يبقى اذا هو عايز القيمة الحالية يعني عايز الايه. اداني الاس والان والاي. اعود تعويض مباشر في قانون الاي حط الاس على واحد ذائد اي اس ان يديني على طول باستخدام الال حسبة الاس او الجملة يعني ما الجملة ما يتكون له في النهاية لان هو مدين بهذا المبلغ بخمسة واربعين الف. يبقى هيدفع في الاخر اه متين تسعة وتس اه اه من تسعة عشرين الف تسعمائة خمسة وتمانين واحد يقول الله طب ده كان مدين اه بخمسة واربعين الف هيدفع تسعة عشرين بس. اه لانه هيدلوتي حسب قيمة حالية. لو نرجع بقى للفايدة البسيطة قيمة حالية. يعني كنت هدفع مبلغ ورحت انا دافع مبكر للبنك عشان يديني خصم. فده المبلغ انها دافعته. اللي كنت هدفع مفوت خمسة واربعين الف. لا دافعت تسعة وعشرين الف فقط. طيب يعني خدت خصمة قد ايه. طبعا اروح عشان اعرف انا خدت خصمة قد ايه. اروح طرح الاس من الايه اللي انا كنت هدفعها هيبعرفت الخصمة قد ايه. طيب انا طبعا حالية بالالة الحسبة وعايز تستخدم جدول المركبة. عندك صفحة خمسمائة وخمستاشر بالكتاب. نشوف عند الان بستة في جدول السبع في المية. هتلاقي رقم تضربه في الخمسة واربعين الف يديك نفس القيمة وهو نفس ناتج الالة الحسبة. ويعني ده يعني مسألة مباشرة بس على كيفية استخدام الالة واستخدام الجداول. ولكن انا افضل استخدام الالة حيث ان الجداول بعد اختراع الالة الحسبة موضوع بقى يعني منتهي. ولكن هي لازم نعرف الناس اللي عملته وعملته ازاي. وبيشير لي ايه. وطبعا هو لازم بيكون ملحق في كل الكتب والمراجع سواء العربية او الاجنبية. ونلتقي ان شاء الله المحاضرة القادمة.